اسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته أبركاته الحلال له بركته الحلال له طرقه التي لم يضيقها الشرع عليها وإنما ضيق الحرام وبيّنه هذا طريق حرام ومقابله عشرة من الحلال هذا طريق حرام ويقابله الكثير من الحلال الحلال كثير لمن كان يتقيم به ولمن سعى واشتهد في أكل الحلال كثير من الناس ربما يستهينوا باللقم الحلال أن يأكلها ولده أو أن يضعها في فم امرأة لا يعرف ماذا تحده اللقمة تقلب ميزان الحياة إن كانت حراما الله لا يبارك أبدا في جسد نبت من حرام الله لا يبارك أبدا في حركة يبتغي بها صاحبها ارتكاب حرام اللقمة الحلال أثمرت أسرة ضيبة أثمرت علماء أثمرت صالحين عبدالله بن المبارك شيخ الإسلام عرف أبوه بأكل الحلال كان يكره الحرام ما كان يطيقه وما سعى إليه مرة بل عندما كان يعمل عند رجل في مزرعته وجاء صاحب المزرعة وأراد أن يأكل نوعا من الفاكهة التي تنتجها مزرعته فقال يا مبارك اتني بثمر فجاء بها فلما أكلها وجدها مرة قال يا مبارك لا تعرف الحلو من المرة قال يا سيدي أنت ما أذنته مع أنه يعمل ولكن عفى أن يأكل شيئا ربما أباحه لبشرى ولم يغضب صاحب المزرعة إنما يعلم بذاره وناكن فهي العفى التي كان ينشأ عليها الصالحون سيدنا محمد بن إسماعيل البخال رحمه الله قال له أبوه يا محمد افترقت لك مالا ليس فيه درهون واحد فيه شبهة أنتج العلم وأنتج أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخال هذه بركة أكل الحلال الإمام أحمد الإمام الشافعي أبو حنيفة مارك الصالحون عبر الزمان الحلال يأثي ببركته على القسرة كلها للأسف أصبحنا نخلط وأصبحنا نستعجل وأصبح الواحد يريد أن يجمع ولا يباري من حلال أم من حرام نطعم أبناءنا ونرى ذلك ينعكس على أخلاقهم ما بالو الزوجة صوتها يع ما بالو الجفوة من الأبناء ما بالو القطيعة في أسرتي ترجع إلى نفسك ربما تجد سبب ذلك التخليط فيما تطعم به أسرتك وما تضعه في أجوافه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما سيدة شباب أهل الجنة عندما وجد واحدا منهما أمسك بتمرة ووضعها في فمه فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفم خشيا أن تكون من مال الصدقة خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمها هذا الصغير مع أن في ذلك مندوحة مع أن في ذلك عظم فهو صلير لا يعي ولا يفتن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا يريد أن يعطينا درسا لما تطعموا أبناءكم حراما فهذا يؤثم في أخلاقهم اللقمة الحلال لها بركتها والشرع لم يضيق علينا أبدا أن نكسب الحلال ليتنا نفكر في هذا الكلام نفكر فيما نطعم به أبناءنا وما نجعله في أجوافهم ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب على ما كسبنا وعلى ما أطعمنا يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر